أرسلنا من قبلك إلا نجالا نوحي إليهم فاسألوا أهلا ذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم وبركاته وبركاته وشهرين كرام أهلا مرحبا بكم الله أسألوا يتقبل منه ومنكم صالح العمل وأسألوا سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق سأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكم وقفين عند حدوده متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعكم فضيل الشيخ شعبان داروش أهلا مرحبا شيخ كريم أهلا ومرحبا رحبا رب الله أستاذ أحمد صلى عز وجل نمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم المشاهدين الكرام والمشاهدين الكريمات إن شاء الله تعالى نحن في انتظارة صلاة حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان داروش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى الشيخ الكريم كثرة في زماننا العود الكاذبة الاتفاقات الكاذبة الكاذب عموما كده في المعاملات إلا مرحبا ربنا عز وجل وربما يعني تبدأ بالمعارض ثم بعد ذلك يبدأ الأمر بعد كده يتجاوز المعارض بكثير فما العلاج الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعض صحيح ما ذكرته أصبح ظاهرة للأسف الشديد مع أن هذه مجموعة من الكبائر والمحرمات نسأل الله العفو والعافية فإخلاف الوعد صفة من صفات النفاق والكذب كبيرة من أبشع الكبائر وهي أيضا من صفات النفاق وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمن خان وإذا خاصم فجر هذا يعني توصيف لواقع نحن نلمس فكم من خصومات فجر أصحابه على أدفها الأسباب تجد فجور في الخصومة لا يتنسب إطلاقا مع حجم الحدث نفسه وكم من محدث كاذب في حديث سواء وهو يتحدث عن الله تبارك وتعالى أبشع الكذب الكذب على الله عز وجل وأصبح هناك أناس ربما لهم شن ورن كما يقولون وهم يكذبون على الله عز وجل ويقولون على الله تبارك وتعالى بغير علم بل ويتجاوزون الثوابت والقطعيات ويقولون الدين كله قيل وقال يعني ما فيش في الدين ثوابت ما فيش في الدين قطعيات فيخالفون قطعيات الكتاب والسنة ويخالفون ما أجمعت عليه الأمة أن هناك قطعيات معلومة من الدين بالضرورة وهناك من يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فيحدث بأحاديث لم يسمع بها إبليس وهو يظن أنه يحسن صنع وينسب الحديث صراحة إلى رسول الأساس بينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مقدمة صحيح مسلم من حدث عني حديثا يرى شوف البناء للمجهول يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين الإمام النووي يقول وهذا يجزم بالقطع وجوب أن يتحرى الراوي ما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحدث عنه إلا بما ثبت يعني دور قبل ما تنسب القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحدث عنه إلا ما ثبتت صحته أو حسنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لو حدثت بحديث لم تتثبت منه وطلع في النهاية في حقيقته ضعيف مكذوب منكر شاذ غير 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 فأنت أحد الكاذبين ليه لأنه لم يتحرى أن يتثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إذا أتمي نخان فهذه مصيبة المصائب الرجل الترفة اللي بيذكرونها كثيرا يعني أعطيني مئة جنيه صلفة قال أعطيك لكن بشرط أن تقبل يدي قال يا أخي الصحبة والصداقة والجيرة وأقبل يدك قال ما أنا سأقبل قدمك حتى تردها والله يا أخي الحبيب ربما يكون موقع شوف المحاكم لو ذهبت أمام المحاكم في الإصالات الأمانة والشيكات تجد بروتقول ثابت إلا من رحم الله عز وجل كل المدعى عليهم يطعنون بالتزوير يقول لك مش قمضتي مش توقيعي وتذهب القضية للخبير وتعود بقرار الخبير توقيعه فيطعن مرة أخرى أيها بس التوقيع كان تحت التهديد الأدب والمعنوي والحس ومش عارفوا كلام ده وتذهب القضية مرة ثانية إلى أمانة الخبرة ويعقد لها لجنة ثلاثية من ثلاث خبراء غير الأول مرحلة تانية ويأتي الجواب والرد توقيعه بدون إكره لا معنوي ولا حس وهكذا ليه وإذا أتمنا خالد يجحد ما هو ثابت عليه فكيف يعني بما وأيضا إذا وعد أخلف هذه طبعا إن شاء الله المعاد بينه وبين حضرتك الساعة تسعة لو جالك الساعة عشر يكون هذا من الأبرار لا تسعة ده يدوبك فكر ينزل من الأبرار فللأسف الشديد هذه الظواهرة أصبحت متفشية في مجتمعات المسلمين وهي يعني تحتاج مننا إلى توبة توبة فيها عزم أكيد على عدم العود لهذه الظواهر مرة أخرى فضلا عن الإقناع عنها فورا والندم عليها وكثرة الاستغفار والعمل الصالح حتى يصلح الله الأحوال لأن كلنا نشتاكي سوء الأحوال في كل المجالات والسبيل إلى التغيير موجود في كتاب الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي أعز وجل صلى الله عليه وسلم صلاح الأحوال أمين أستاذ عيد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا أخي الحبيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد علي معك يا سيد علي سيد علي الله يكلمك فضل أعوذ أسأل فضلك الشيخ شعبان فضل كنت أعوذ أعرف سيدنا الذي كان بيقرأ في صلاة الضغط بصور مخصوصة يعني بعد فتاح الكساد أي صلى الله ليه سؤال تاني معلدنا هذا السؤال التاني أيو نعم يجوز إن أنا قدي على واحد ظلمني حتى لو أنا مثلا في العمر أو حاجة في العمر في العمر نعم لو أنا في العمر يجوز إن أنا داع لي أو في حرمالية أو حاجة حاطف أعزلكم الله خير وإياك يا أستاذ سيد علي في أمان الله الأخت إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني حديدوه الأربح يعني أن قالو له أه أربعتشر في المئة من المبلغ اللي أنت بتتتتها يعني هتاخذ أربعتشر في المئة ونجد تتلق أربعتاشر في المئة من المبلغ يعني هو دفع الف جنيه عن كل الف ياخد اربعتاشر في المية ولا اربعتاشر في المية من الارباح لا لا اربعتاشر في المية الربش بتاعه من المبلغ اللي هتخده تمام على رأس المال يعني او قاله بس لما تيجي تطلع ده يعني ده ده من ضمن الشروط ان لو جيت تطلع يعني نصف الفلوس هياخدوها يعني هياخدها بتاع الشركة دوت عشان هو اللي اشتغل مش زوجي يعني فانا عايز اعرف ان ده حرام ولا حلال يعني المعاملة دي حاض ده والسؤال تاني سأل ما عليش يا استاذ احناد اه بالوقتي انا انا بتنرفز بسرعة فبحلف كتير يعني مثلا بقول والله ما انا وكلة وكده وكون هيكل بس انا محد بينرفضني زيادة عن زمس فبطلع عن شهوري وقول والله ما انا وكل فلا استرح الفنادي يعني كتير اما بتنرفز ما بحسش بنفس يعني بقى حلفة كده تطلع من بقى كده يعني عين مم فانا مش عارفة يعني لو حسبت السيام يعني 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 القفار وكده يعني هيبقى لاي قفارة كتير فانا مش عارفة عاملين حاضر خضينا يا اصلح انا وحيانا فامان لا يقتيمان استاذ اشرف وعليكم سلامت الله وبركاته السلام عليكم السلام وعليكم ونحط الله وبركاته يا اخانا السلام ونحط الله وبركاته انا مرحبا انت فضل اتفضل سمحتك كنت عوضها اتقال سؤال كده هوين فاعد الافى تصوير وكده هاعد سؤالك حبيبي لان ماشي لو سمحت انا كنت كانت في حلفين وكده بالنسبة للامراتي وكده لا ايه نافي كنوع مني حلفين وكده فدفعت قفارة وكده فكنت عوضه اعرف يعني ايه الجواذ بتاعه كده يعني لا انا مش فاهم. ماذا قلت? ايه? حلفت يعني ان هي اتروح بيت اهلاء وكده. لا قل لي العبارة اللي انت قلتها ايه? يعني كنا فيه خلاصة بيني وبين اختها وكده وهي وكده. انا قلت كده حلفت الاختها ان هي اتخلتها يعني مع البيت وكده. برضو ما فهمتش. انت حلفت وقلت ايه? قلت علي بطلاق لا لا تمشي مع اختك وكذا. ايب علي كذا لان تمشي مع اختك. اه. طيب حاضر مشت ولا لا? مشت ولا لا? لا اه حضرتك يا ثلاثة الشقة يعني كنا في بيت اهل تحت عن دمونت وكده وبعد كده ثلاثة الشقة. طيب. كان في النية بقى الطلاق ولا التهديد ولا الحلف? وانت اضرب نياتك. لا اه كانت النية ان هي اه ان يعني اه تهديد وكده. طيب. حاضر يا استاذ عشر. في سؤال اخر? في سؤال اخر مع ليس لك. هات السؤال. لو بالنسبة لو في احلام وكده والكلام ده كله بتبقى احلام ومفزع وكده. ما تحكيهاش? ايه? ما تحكيهاش يعني لو مفزع ما تحكيهاش وشيخنا هيجيبك حاضر. اه. اه. ماش? فامان الله. فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم اه اخونا سيد علي اسأل ماذا كان يقرأ النبي صلى الله سلام من القرآن بعد الفاتحة في صلتي الظهر والعصر. الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وبعد عليه الصلاة والسلام. اه. لا ينبغي ان يشغلنا ما كان يقرأه هو عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر لان صلاة الظهر والعصر سرية. وبالتالي لم يشتهر النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام عبر الصحابة. رضي الله عنهم انه كان يقرأ كذا او كذا. لكنه هو نفسه لما علم الرجل المسيئة في صلاته. قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. طب بعدها قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فاللي امر به هو ان نقرأ الفاتحة ودي ركلم الاركان الصلاة. ثم ان نقرأ بعدها ما تيسر من القرآن آية او آيات صورة او صور ما تيسر لنا من القرآن ان كنا نصلي وحدنا. ما تيسر لنا وللمصلين المأمومين معنا اذا كنا نصلي اماما بالناس ما تيسر معك من القرآن. هذا هو هديه عليه صلوات الله وسلامه. انما تجد النقل في ايه? في صلاة المغرب. لان جهرية. يقول لك كان قرأ بالاعراف عليه الصلاة والسلام. قرأ بالطور في صلاة العشاء. قال لمعاذ اقرأ بسبح اسم ربك الاعلى هل اتى كحديث الغاشية. في الفجر كان يقرأ بالانسان مثلا يوم الجمعة وصورة السجدة. ليه لان الصلوات دية الفجر والمغرب والعشاء جهرية. فبالتالي الصحابة استمعوا ونقلوا. اما في الظهر والعصر لكونها سرية. لم يشتهر النقل عنه في كم او ماذا كان يقرأ. لكنه علم الرجل ان يقرأ ما تيسر معه من القرآن. والله اعلم. اقول الاستاذ السيد علي ايضا يسأل سؤالا اخر. ويقول هل يجوز الدعاء على من ظلمني? وانا في العمرة ام هذا لا يجوز? الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول الاخ سيد بارك الله فيه. الافضل ان تدعو لمن ظلمك. لا ان تدعو على من ظلمك. انك ان دعوت له بالهداية. نعم. ودعوت له بصلاح الحال. فان هذا سينعكس عليك خيره. وعلى الاخرين ايضا ممن يتعامل معهم في محيطه. ان يكف الله ظلمه عن نفسه وعن الاخرين. فاذا دعوت له بالصلاح والهداية. فان هذا افضل واخير. مع الوضع في الاعتبار انه يجوز ان ادعو على الظالم من غير لعن. فيمكن ان اقول اللهم عليك بمن ظلمني. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صناديد قريش وكفارها. لكن بعض اهل العلم يقولون لا يا جماعة دا مش الظالم اللي هو يعني ظلمني مظلمة في خصومة ولا غيره. هؤلاء كانوا كفارا. وبالتالي استساغى النبي ان يدعو عليهم وان يستنصر ربه عليه الصلاة والسلام. اما المسلم فالاصل ان يدعى له بالهداية والصلاح. فانه ان اصلح الله حاله ان عكس هذا اجابا علي. وعلى من يتعاملون معه من الاخرين. واكون انا سبب في هذا الخير. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا. خير لك من حمر النعم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. مسألة سؤال قبل سؤال الاختي ايمان. مسألة اللعن. كثرة اللعن واللعان. حتى بين المتخصمين على ميت جنيه. يعني ممكن. لو بينهم مشكلة لعنت الله عليه. مش على الماء يا مولانا. ده لو اختلف معايا في رأيي ولا بتاع بيلعن وبيلعن ويلعني. يعني يد بيلعن حتى الشخص اللي اختلف معا فقط. بيلعن اللي جبوه. ده بيلعن سلسفين العيلة كلها. صلاة العقيد. طبعا هذا لا يجوز. طبعا هذا من المحرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام. لما هجر الى المدينة. دعا على رعل وذكوان. وغيرهم من المشركين وغيرهم. فكان يقول اللهم ملعن فلان. إلعن الكفرة. إلعن. 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 فنزل قول الله تبارك وتعالى في صورة آل عمران. ليس لك من الأمر شيء. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. علعني المعينين من الأشخاص. إنما يلعن بالعموم. اللي هو اللهم ملعن الكفرة. الأول كان بقول إلعن رعلا وذكوان وفلان وعلان وتركان. فنهى أو نزل القرآن وينهى النبي عن أن يلعن الأشخاص المعينين. لأي سبب كان. إنما يلعن بالعموم. لعنة الله على الكافرين. لعنة الله على الظالمين. هذا جائز. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. الأخت معبيد. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. تفضلي. بقول لك يا شيخ لو سمحت. أنا جزي ملتزم جدا يعني. ما شاء الله يعني. بيغضر من الشيوخ كتير. بس بالنسبة اللي هو معاملته معينة مش حلوة. يعني أهم حاجة عنده أهله. ووالدته وولده ولده. أنا ربنا اللي أعلم بعملهم إزاي بعملهم دي أهلي والله. بس هو أهم حاجة عنده أهله. لفأنا مش حاسة مش حاسة بركياه ونفقية تعبانة أهو والله. وانا الحمد لله منتزمة في الصلاة وكده. طب يا بنتي هو بيوسيء إليكي. هو أهم عميته وشت شوية معي يعني. يعني اللي قدر الله سباب شتام درب. لا هو قبلك كده من قيمة قبلك بعد رمضان بصدرت حاصل مشكلة بيني وبينه فرام علي من الصلاة. وانا مزلتش من الشقة والناس قالوا لنا خلاص رضاها تراموا من مزلتش من الشقة. طيب خير إن شاء الله. والحمد لله رضيك ساعتها? طيب أصلح الله أحوالنا جميعا. حاضر يا أختنا. في سؤال أستاذ إيمان زوجي دخل في شركة وحدد له نسبة 14% من المبلغ. وعند الخروج لو هيخرج هيأخذ نصف المبلغ. فما الحكم ولكن بعد هذا الاتصال. أمات الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتك. شكرا. الحمد لله رب العالمين أهلا مرحبا. تفضلي. عندي أربعة سئلة ما عليك. شو كنا سألهم؟ سريعا سريعا. تفضلي. كنت شاهد صناة النادة. وكان أحد الشيوك الأصابة لي درس. ثم أتى أخي الكبير عمره 19 عاما وجلس بجانبي. فقلت له يا أخي لماذا أن تكون ملتحيا. مثل هؤلاء الشيوك. فقال لي بكل ثقة بنفسها اللحية سمها مؤكدة وريتها طاردا. فقلت له لا اللحية طاردا وعندي ذالي. قلت له حديث الرسول عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحفوا الشاربين وتركوا اللحة. قولك إنه مسار مصمم ويقول لي فأعطيك ما تريدين انفحك سمك أن اللحية طاردا. قلت له وان صح سلامي سأريد منك أن تكون ملتحيا. وهذا شرطي. فقال ذا سأل هو أحد المشايخ الذين في مدينتها. وقال له اللحية سنة مؤكدة. وأنا سألت شيخا أيضا وقال لي فرضا. السؤال. ما حكم حالق اللحية وأريد منطبيداتكم أدل لكي يقنع بها أخي. السؤال الثاني. الخوف يعني سيخ شعبان بخاص. عمدي 17 عاما. بس بخاص يعني حتى فإن أنا أعطيش أعطي بيت واحدي. خوف شديد. أنا متقبة بشلي بصوم يعني. بس بخاص يعني مش عارفة إيمان. فأرجم كم النصيحة. السؤال الثالث. آآ صدق الله العظيم. هل صحيح أن بضعة؟ والسؤال الرابع. هل يجب تبطير البيت في الظهر والمغرب. سامحتوا أن هذا مكروه. هل إيه؟ السؤال الرابع. تبخير البيت. هل هو مكروها في الظهر والمغرب. تنظيف البيت؟ تبخير. 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 آآ. آآ. فهل ده مكروه في النظر والظهر. أم هذا مجرد كلام. حاضر. فجزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا. فأمان الله يا بنياتي. وعليكم السلامة وعطي الله وبركاته. نعم شيخ معنا الأخ هاني. السلام عليكم. أيها إن شاء الله. سلام عليكم أخي الحبيب تفضل. نعم. سلام عليكم الحمد لله. فنعم والله. الحمد لله. الحمد لله. سلام الله. ممكن أكثر حدثت السؤال بعد ذلك فيه. هات السؤال تفضل. نعم. وقلت أخبر ضبط أنا حلفت على مرات ضبطي. بنا من قلتش على الصنية معها. خالص عليك. حلفت وخلت إيه؟ ماذا خلت؟ قلت الله العظيم موجوده على أفضل. قلت الله العظيم موجوده على أفضل. قلت الله العظيم. يعني قلت الله العظيم وحلفت بالطلاق في هانين واحد. حلفت بالطلاق جدا. طيب. وكانت النية إيه وانت بطول علي كده؟ كانت نيتك إيه؟ كانت نيتك إيه؟ ولم يكن الطلاق؟ طيب. في سؤال آخر؟ بس الله مصدر عني بسيبا على تلك الأمور تخوله فبا أهد بها كوهنسة. وطالة سيبا أهد بسيبا. وليس سيبا أهد بسيبا. حاض. أهد بسيبا أهد بسيبا أهد بسيبا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه معاملة فاسدة. لا تصح ولا تجوز. ليه لأنهم فرضوا له نسبة على رأس المال. ثم اشترطوا عليه عند الخروج من الشراكة. أنه يقبض نصف حقه فقط. ده مش حرامه بس. ده بهدلة. يعني من الذي يشترط هذا الشرط المجحف على المستثمر؟ أنه ياخد عند التخالص والتخارج نصف المال. أنا خدت إياها لنخسر خمسين في المية من مالي. وبالتالي نقول للأخ لا تدخل في هذه المعاملة أبدا. لأنها إجحاف فوق الحرام. إنما عليك أن تتقل لها وتحفظ على نفسك مالك. فمالك أنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل. وإنما هو عارية بين يديك. وله شرمة بين يديك. فهل معاملة فاسدة وباطلة وحرام؟ والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. الأخت إيمان كثيرة نرفازة وقت الغضب. بعد ذلك حتى على الطعاة ثم تعود وتأكل. فقالت لو أنا حسبت ما علي من كفرات ستكون كثيرة. فما العمل يا شيخنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد العمل عملان. العمل الأول أن تكبح جماح نفسها. وأن تركب نفسها لا أن تركب نفسها إياها. ضغطي على نفسك. كوني أنت من يمسك بزمامها. إزاي أمسك بزمام النفس وأركبها وأسيرها؟ ما هي دي المجاهدة؟ صحيح. هنعمل إزاي؟ شوفوا نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. جاءه الرجل يا رسول الله عظني قال لا تغضب. عظني قال لا تغضب. عظني ثلاثة لا تغضب لا تغضب لا تغضب. أن الغضب يخرج الإنسان عن حد الاعتدال وربما يفقد الإنسان عقله وصوابه ورشده. وبالتالي يقع في المحظور الذي يزعلنا منه دلوقتي. فأول شيء لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب. لأيماننا. والله تبارك وتعالى نهانا عن ذلك وحرم علينا ذلك. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. مش عمال على بطال. أيمان دي معظمة. باش باع على كبات مية ولؤمانة كلها. الأمر الثالث بارك الله فيك. إنه ما عليك إش كفرات ولا حاكم. إنما عليك الإقلاع عن الغضب والإقلاع عن هذه الأيمانات اللي هي عمال على بطال دي. ليه لأن هذه الأيمانات في الغالب ليست أيمانا منعقدة. إنما هي أيمان لغو. واخد بال حضرتك. لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. فما عليك إش كفار. لكن عليك أصعب من الكفار اللي هو كبح جماح النفس بطارك الغضب. ثم الإقلاع عن هذه الأيمانات اللي هي عرضة اللي يستاهل ولا ما يستاهلش. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم مبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. الأخ أشرف يقول حلفته على الطلاق. وقلت كذا وكذا على زوجته علي كذا يعني إيه. لا تمشي من البيت وما مشيتش. وكان يقصد التهديد وليس الطلاق. فما الحكم يا شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول للأخ السائل بارك الله فيك. العلاج حكتين. الحاجة الأولى والأمر الأول هو التوبة. التوبة من إيه مولانا؟ التوبة من اليمين الخاطئة. نعم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. يعني ما يحلفش بالطلاق. ولا يحلف بالنبي. ولا يحلف برأس أبويا. إنما يحلف بالله أو ليصمت. نعم. فأنا كده الأخ وقع في الحالة بغير الله. يبقى دي أول شيء التوبة. اللي هو الإقلاع عن هذه اليمين. والعزمة على إن إحنا ما نكررهاش تاني. والندم على ما فعلنا. وكثرت الاستغفار والعمل الصالح. رجاء إن ربنا يكفر عننا هذا الخطأ وهذا الذنب. الأمر الثاني. الزوجة ما خرجتش فعلا. يعني أوقعت اليمين. سواء بسعاية الناس ولا بنشفان دماه ولا بغيره. إذن اليمين وقعت. يبقى عليك في هذه الحالة كفارة يمين. مدوم لا تقصد الطلاق. عليك كفارة اليمين. إطعام عشرة مساكين. فإن لم تستطع الإطعام. فعليك أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة. مسألة الأحلام المزعجة. إن صح التعبير. نعم. كيف يعني الإنسان يقي نفسه مثل هذه الأحلام شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا أن يعرف مصدرها. مصدر الأحلام المزعجة والكوابيس. من الشيطان. والرؤية الصالحة. هذه من الرحمن تبارك وتعالى. فأنا لما أعرف مصدر الأحلام المزعجة. أنها من الشيطان. أنتقل للواجب التاني أو الخطوة التانية. إن مدام من الشيطان. فلا أعطيه بيلا. ولا أشغل نفسي بها. إنما هو عدوي أراد أن يشغلني. وأراد أن يعاكسني. فما حطش في بالي كما يقولون. تشاغل عنها ولا تحكيها أبدا. لأن حكايتها لفلان وعلان بيتعظم الشيطان في نفسه. ثم يكررها عليك بمثلها أو بغيرها. ودي وصية النبي. عليه الصلاة والسلام تعليماته إنجاز التعبير. تعليمات النبي إن من رأى في نومه ما يكره. إنه يدفل عن يساره ثلاثا. ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ويتحول عن جنبه الذي هو عليه. ولا يحدث بها أحدا. فإنها لن تضره. الأمر الثالث إننا نراعي الأوراد الشرعية. من أذكار الصباح والمساء. وأذكار ما قبل النوم وبعد النوم. وحظنا من القرآن الكريم في النهار ولا في الليل. إن شاء الله بضع آيات حتى لا يكتب الإنسان ومنا من الغافلين. فإن النوم على طهارة وعلى ذكر الله تبارك تعالى. والخروج والدخول واليقظة والنوم على ذكر الله. خير وقاية للإنسان من كيد الشيطان وأذاه والشركه أو وشركه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. أخت أم عبيدة أو أم عبيد تقول زوجي ملتزم الحمد لله رب العالمين. ويحضر مجالس علم ملتزم يعني. لكن في المعاملة معها ليست جيدة طبعا. نسأل الله الهداية رغم أني أحسن إليه وأنا غير مرتاحة. والحمد لله الأخت تصلي لكن نفسية متعبة. فكيف تتعامل مع زوجها وقد وقع منه يمين قبل ذلك شيخي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ما ذكرته أختنا السائلة والله يا أستاذ أحمد يمثل شريحة كبيرة من الناس أهل الخير وأهل الصلاح والملتزمين في الحقيقة. وهي بتزكي تقول ملتزم جدا. لكن هذا الانفصام أصيبت به شريحة كبيرة من الملتزم. صحيح. إنه التزامه برا. برا البيت. وكأنه يبغي أن يكون حسن السمعة والسلوك مع الناس. والعكس تماما إذا دخل البيت سواء بقى مع الزوجة أو مع الأولاد أو مع الاتنين وحين بقى مع الأهل كمان. أهل اللي هم يعني الوالدة والوالد والإخ والأخوات وغيرها. فهذا من الانفصام. والنبي عليه الصلاة والسلام إحنا نروح له بعيد. ما هو شوف الحديث حديث عبد الله بن عباس. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان صالحا فأولى الناس بصلاحه. وبحسن مخالقته وحسن سلوكه وحسن أدبه وحسن لسانه ومعاملته أهله. أهله يعني مين؟ والده والدته وإخواته آه؟ وإخوانه وأخواته آه؟ وبرضه أهله زوجته وأولاده هؤلاء جميعا هم أهله أولى الناس بصلاحه. ابتسامتك في الخارج خير منها أن تكون في البيت. كلمتك الطيبة في الخارج خير منها أن تكون في البيت. عشان ده كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الأخ بارك الله فيه. يعني بحيانا يكون الفهم مقلوط شوية. يرى أن الخشونة والمش عارف. هي دي القوامة. هي دي القوامة. هي دي الرجولة. لكن الليل والرفق والكلمة الطيبة والابتسامة ومش عارف إيه. دي مع الأم والأخت والأخ والصديق والجار والقريب. لكن مع الزوجة لازم يكون خشن ورها للعين الحمراء. لا وأحيانا مش الأخ يعني أسد علي وفي الحروب نعمتهم. ناس الله العبوري. أغل بل عذرتك. فده طبعا فهم مغلوط. نسأل الله أن يصلح أحوال مع أحواله. وبعدين يعني كبر مقتا أن تقولوا على الله ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس مبر مع الناس؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ما يصحش. فبالتالي انت صبري واحتسبي. وهو خير من كثير من الأزواج. على الأقل ملتزم ولله الحمد والمن. إن كان يعني مع أمه وأهله لين وطيبه داخل. إن شاء الله بكرا يبقى معك كده. ليه لأن صلاحه معهم ربما يكون سبب في صلاحه معك بكرا إن شاء الله. خاصة أن الأم لها منزلة خاصة وهي رقم واحد في حياته بالضرورة قبل الزوجة. لأنه لما سؤل النبي عليه الصلاة والسلام أي ناس أعظم حقا على المرأة قال زوجه. هو بالنسبة لك رقم واحد والأهل رقم اثنين. لكن لما سؤل أي ناس أعظم حقا على الرجل قال أمه رقم واحد وحضرتك رقم اثنين. رأي الجزئية دية مع الصبر والاحتساب والتناصح معه بالحسن بين الحين والحين. والدعاء له بظهر الغيب أن يصلح الله حاله وأحوالنا. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على النبي محمد. أي صلى الله عليه وسلم. أخ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا. فضل. فضل. أنا سفرت إلى البلاد الأوروبية ولكن افتكرت من عليا ديا لناس. بس المشكلة أن هم مش مطريين عشان أعرف أوصلهم وديهم الفلوس بتاعتهم أن أنا يعني معرفهمش من دول أخرى يعني مغربي ولا زياري. فما عرفش أوصلهم وأنا فكت أوروبا يعني ما رجع لهاش مرة تاني. فإيه الحد في الموقف ده. حاض. برك الله وبركاته. طيب أمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمو عبد الرحمن سلام عليكم. أمو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل الشيخ سؤال لو سمحت. نعم فضل. أنا عندي أخويا هو أكبر مني لحوالي 17 سنة. هو دايما في مشاكل مع أبويا وأمي وكده وبيعمل مشاكل على طول. خنق مع بابا على أي سبب. ومش بيبرر بهم خالص يعني. لدرجة يعني أن بابا سعد بيدي عليه. وعندي مثلا أولاده برضو ما بيكرهوه وامراته. وامراته ويعني درجة أنه عمل مشاكل معي. أنا وأخواتي برضو كل واحدة عمل مشكلة مع جوزها. فإحنا مش عارفين نعمل معاه إيه يعني. ودايما بيحلف بالطلاق. ويعني هو مش بيصلي غير نادرا يعني. ممكن لو الجمعة يستنم الخطبة تخلص ويروح يصلي ركعتين مع الإمام وخلاص. وما بيصليش يعني ممكن لو صلى الصدحة بالصدفة. خلاص كفاية. طيب. فأنا مش عارفة يعني. طب أنا كنت عملت معاه مشكلة وأنا ما بكلموش مثلا من قبل العيد. وجيت في العيد وقلت له كل سنة وأنت طيب. بس أنا حلفت إن أنا مش هدخل شائطه خالص تاني. فأنا مش عارفة لي بقى حرام علي إن أنا لو أنا ما كلمتوش أو كده تاني. ولا ولا إي حكم الحكم في دايا. حاضر. وحنا نتعامل معاه إزاي. حاضر. شكرا. 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 أم أمال أنا مرحبا يا أختنا. تفضل. شكرا. 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 دي او طبر يعني ليه حق فيه اه وعنش عارس السؤال كمان بعد حضرتك بعد حضرتك فضائم اه دلوقتي بالنسبة انا يعني كنت عايز اطلع عمرا مع زوجي وعندي ابن عنده شهرين لسه يعني صغير فزوجي بيقولني يعني مايفاش اطلع عشان بشتعرفتي تمتاعي وهو مش تعرفي تعمل عمرا منه فهل انا فعلا المفروض ان انا استنى ولا انا عشان مش ضمن عمري المفروض ان انا اطلع وما استناش ومعليش يعني فضلت الشيخ بعد اذنك يعني انا ابني بي سهرين تولي الليل وببقى مش قادرة خلص ساعة اقوم وساعة ببقى ايما قبل الشروق بالزبط او ساعة الشروق هلا نتلع علي زنبه ولا عادي اصال للصدر ربنا يتقبلوا مني يعني الفجر بروح علي على حاجة بسيطة يعني بس القهوز بعني فعلا ببقى ما نمتش وببقى يعني ابني مصهرين تولي الليل طيب حا معنش عاسق السؤال كمان بعد اذن حاضرتك انا عاسق انا بس يعني في حتة جغيرة شوية من ناحية زوجي شديدة شوية يعني فلما بيجي تكلم عن الزواج بزوجة تانية او الناس مثلا حد الجوز تاني بارصد الموضوع بشدة وبقى زعلانة ونسلية الكتاعة من حاجة زي كده هذا يعني اسم انا عارفة ان هو يعني حلال وان هو حاجة ربنا شررحة وانا معترفة بكده بس هلال علي زنب لما اتكلم وقال له لأ او كده وبقى تعالينا من حاجة زي كده ان هو بتكلم فيها واللئين حاضر ويكفى من الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخي كريم الازدال لو كان يعني يغطي القدمين للمرأة في الصلاة فهل واجب عليها ان ترتدي بنتالا او بنتالون كما يقال تحت هذا الازدال الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد ان كان الازدال ساترا للقدمين فان هذا ابرأ لذمتها واحوط واحفظ لصلاتها لان الائمة الثلاثة الامام احمد والامام مالك والامام الشافعي عليهم رحمة الله تعالى لا يجيزون كشف حتى باطن القدمين في الصلاة وانها من العورة الواجب سترها في الصلاة وحسنا ما تفعله اختنا باركا لو فيها انها تلبس البنطلون اعزاكم الله تحت الازدال لان هذا احوطوا واحفظوا لها ايضا لانه عادة اقمشت الازدالات من الفسكوز المهروف ده ربما تلتسقوا بالجسم وتجسد لكن لو لبست البنطلون خشن اللي هماشي التقيل زي الجنس والمشعر في الاشياء دي فانها يكون هذا اسطر لعدم احفظ من تجسيد العورات فهذا يكون ان شاء الله احفظ وافضل لك وافضل لصلاةك بارك الله فيك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عيسى صلى الله عليه وسلم الابنة امت الله سبعة عشر عاما ما شاء الله وتتحدث اللغة العربية بطلاقة وهذا يعجبني كثيرا كانت تشاهد قناة الندى ورأت احد مشايخنا وهضار هذا الحوار بينها وبين اخيها ففرضية اللحية هل اللحية فريضة ام سنة مؤكدة شيخ كريم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد يعني انا اعجبني سؤال الاخت وايضا اعجبني تعبيرها في صياغة السؤال وكيفية ادارتها للحوار مع اخيها واعجبني ايضا اخاها في ردوده معها والنقاش هذا يعني شيء طيب يعني ان تكون هناك لغة حوار بيننا بدل ما تبقى لغة تناحر ولا ده قابل يسمع ولا التاني قابل يسمع هذا يعني ظاهرة ستكون محبطة وسلبية فالحمد لله يعني الظاهرة طيبة التي يعني اشارت لجاء الاخت لكن اما اجابة السؤال اللحية فريضة يا اختنا الفاضلة ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تحدث عن اركان الاسلام قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيله فانه لم يذكر في هذا الحديث اللحية على سبيل المثال انها من الاركان اما القول ايضا بان اللحية فريضة يعني فريضة مثلا زي الركوع والسجد فريضة مثلا زي الصلاة فريضة زي مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة لا طبعا هذا لم يقل به احد من اهل العلم انما تعبيرات الائمة يا اختنا السائلة في مسألة اللحية خلافهم بين الوجوب وبين السنية والاستحباب انما فريضة لحدش قال هي ارخو اللحة هذا امر من معاك لعلها استنبطت هذا الحكم من الامر لكنها تنسب انها سمعت احد الشيخ يقول فريضة هي قالت هذا لا ما يصحش حتى معذرة مع الشيخ قال كده لا كلهم يأخذوا من قوله ويراه انما المتقدمون من اهل العلم لم يختلفوا هي فرد ولا واجب ولا سنة لا ما جاش كلمة الفرد دي خالص انما هو الحوار بينهم دائر والخلاف بين الوجوب اللي هو دون الفرد اقل من الفرد طبعا وبين السنية والاستحباب فبعضهم ذهب الى الوجود كالحنبلة مثلا واهل الظاهر وبعضهم بل اكثرهم بل هما الاكثرون من جمهور الفقهاء ذهبوا الى ان اللحية بالفعل سنة مؤكدة لكن لما انتقلوا للحكم التاني عشان كده الاخت ما شاء الله عليها في الصيغة السؤال بعد الحوار اللي ساقته ده كله القصة قالت حكم حالق اللحية مش حكم اعفاء اللحية انا يعني ظني ان هي من جواها مش وثقة في القول بالفرضية وبالتالي كانها مسلمة قول الاخ اللي هو بيقول بانه سنة مؤكدة وسائل احد المشايخ وقد اصاب الشايخ في الاجابة لانه ذكر له قول جمهور فقهاء المسلمين ان اللحية سنة مؤكدة لكن هي جابت بالسؤال بقى من ناحية التانية الا وهو حكم حالق اللحية نعم ان كان السؤال انا جاوبت على الجسئية الفرضية من عدمها لا مش فريضة ما بين الوجوب والسنية المؤكدة الحنابلة واهل الظاهر على الوجوب وجمهور الفقهاء على السنية والاستحباب انما لما ننتقل الجزئية التانية اللي هي طيب حكم حالق اللحية الغريب انه لما تكلموا عن حكم حالق اللحية قالوا حالق اللحية يأسم ليه؟ قالوا لأن الوعيد اللي رتب على حالق اللحية شديد وظاهر جدا في الاحاديث قص الشارب وعف اللحة خالف اليهود قص الشارب وعف اللحة خالف المجوز قص الشارب وعف اللحة خالف المشركين فالوعيد شديد المترتب على الحلق وبالتالي قال جمهور اهل العلم انه حلق اللحية شوف التعبير بتاعهم عشان برضو من قلش ان هي فريضة يبقى تركها حرام لا قالوا يكره كراهة التحريم يكره كراهة التحريم طبعا في دقة في التعبير ولا تقولوا ما تصفوا لسنتكم الكذب هذا حلان وهذا حرام عبروا بالكراهة التحريمية وهي دون التحريم ليه لانه التحريم بيعتمد في الغالب على الاحاديث او الادلة القطعية مش الظنية انما اما تبقى الادلة الظنية يبدأ الفقي يقول لا اكده مش التحريم مثابت بيقين فيقول بالكراهة التحريمية ان خلاصة اعفاء اللحية عند جمهور الفقهاء سنة مؤكدة وعند الحنابيلة واهل الظاهر واجب وحلق اللحية عند الاكثرين من اهل العلم مكروه كراهة التحريم هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام الخوف الشديد ابنتنا تقول انا عمري سبعة عشر عاما والحمد لله هي منتقبة وتصلي والحمد لله سألالي يثبتها ويثبتنا على الحق لكنها لا تستطيع الجلوس وحدها في بيت الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد على العموم ربما يكون السبب في هذا الخوف يعني ليس الا يعني بعض الخوف الفطري كما يقولون الخوف الفطري نتيجة الوحدة يعني وحيدة في سكانها فالوحدة تشعر الوحيد المنفرد بنفسه ببعض التوجس وبعض الخوف وكذا وليس الخوف اللي هي خايفة منه يعني وبالتالي نقول بارك الله فيك جمد قلبك ودربي نفسك على ان تكون وحيدة بعض الوقت ثم تخاليتي اسرتك في اغلب الوقت دائما خليك على طهارة دائما خليك على ذكر الله تبارك وتعالى ولو حتى البسملة ولو حتى قراءة صورة الاخلاص ولو حتى الاستغفار فان ذكر الله تبارك وتعالى من وسائل تطمين القلوب أنا بذكر الله تطمئن القلوب فان شاء الله عز وجل مع الدعاء طبعا ان ربنا تبارك وتعالى يحفظها ويلهمها الرشد فإذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد حيث صلى الله عليه وسلم معي أسئلة كثيرة المتبقى من الوقت قليلة شيخي كريم قول صدق الله كلمة ورب دغطها يعني بس مش كروات أنا معك حبيب يا شيخي قول صدق الله العظيم هل فيه بدعة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد هو ليس من السنة لم ترد هذه في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان أقرأ الناس للقرآن وكذلك أصحابه ولو كان خيرا لسابقونا إليه وشفنا حديثه لما كان يستمع لقراءة ابن مسعود عليه رضوان الله تبارك وتعالى أقرأ وعليك وعليك أنزل فقرأ عليه من سورة النساء إلى آخره فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتهي ابن مسعود من القراءة قال حسبك وما قال له شيء صدق زي ما احنا بنعمل حسبك وهو نفسه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ سُورَةَ الْبَيِّنَةِ فَبَسْمَلْ وَقَرَأَ سُورَةَ الْبَيِّنَةِ وَلَمْ يَصُدِّقْ عَلَيْهِ الصَّدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ فهي ليست من السنة وهي خلاف الأولى والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام تبخير البيت ما حكمه عند صلاة الظهر أو المغرب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أولا البخور من الطيب ونرجو أن نكون إذا بخرنا البيوت أن نكون نقصد تطيب البيوت ولا نقصد بعض الأمور الأخرى التي بعض العامة بينشغل بيها أنه بيبخر البيت عشان يبعد الجن والعفاريت والكلام ده جن إيه وعفاريت إيه ما حتى لو عملت هتعمله هم موجودين موجودين ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قطع إن لهذه البيوت عوامر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الرجل الشاب اللي تصارع مع الحية فضربها وضربته حتى قتلها وقتلته النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لهذه البيوت عوامر فهم يعني موجودين موجودين لكن ذكرنا لله تبارك وتعالى واستقامتنا على أذاء فرائض ربنا تبارك وتعالى والأذكار والقرآن تخمدهم وتضعف أثرهم علينا ولا تجعل لهم علينا سبيلا لو عكسنا وضعف إيبنا خلاص خلاص هم بيركبونا كما يقولون ما نسمع ونرى ما نرى إنما بقى مسائلتني بخر من المرخرش الظهر المغرب دي أنا لا أعلم فيها أثارة علم فيجوز تطييب البيوت في أي وقت النشاء والله أعلم حلفت على زوجتي وقلت الله العظيم علي كذا على الطعام ولم يكن في نياته الطلاق تمام فهل وقع منه الطلاق أم حكمه كما قلت شيخ كريم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على العموم إذا لم يقع لم توقع الزوجة اليمين بمعنى الزوجة يبدو أنه كان في حد هيقعد معه على طبلية واحدة أو طربيزة واحدة حلف أنه مش هيقعد معهم على طبلية واحدة حنفترض أنه في النهاية جلس يعني أوقع اليمين لو هو اتصالح اتصالح هيعمل إيه بقى؟ طيب ما هو اتصالح يعني كده جلس تمام أو ربما يريد الجلوس أو يريد إذا كانت اليمين وقع أو أنت تريد أن توقع اليمين عشان الصلح والكلام ده فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ومش أصد الطلاق طبعا أصد اليمين تمام من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه لكن قبل أن تكفر عن يمينك عليك التوبة والندم والاستغفار وعدم العود لهذه اليمين مرة أخرى اللي هي يمين إيه علي الطلاق فهي يمين ليست مشروعة بل يمين حرام لأنها حلف بغير لا والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخونا كان قد سافر إلى دولة أو دول أوروبية ونبدو أنه عليه دين لأناس لا يعرفهم ولا يعرف مكانهم الآن فماذا يفعل الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد إذا كان الأمر كما حكى أخونا بارك الله فينا أسأل الله عز وجل أن يقضي عنه وعنه ديوننا فإنه في هذه الحالة عليه أن يتصدق بهذا المال كاملا لأي جمعية خيرية قائمة على رعاية الفقراء والمساكين ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الصدقة وفاء لديون هؤلاء والله عز وجل يوفي عنه إن شاء الله الله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على النبي محمد عيصة السلام أم عبد الرحمن أخي الأكبر مني 14 سنة دائما في مشاكل مع والدي أو والدي ومع زوجته ومع أولاده ويبدو أنه متصادم مع الدنيا كما تقول مع كل الدنيا فماذا يفعلون معه شيخي الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أولا إذا استطعتم نصحه وتذكيره بما لا يفسده أكثر وأكثر بالعناد والكبر على تقبل النصيحة يبقى ننصح ونذكر إذا نصحنا وذكرنا مرات ومرات والولد لا يتقبل ولا ينصت لأحد ولا يصغى لأحد يبقى خلاص اتركوا باب التذكرة والنصيحة وعليكم بباب آخر مهم جدا ألا وهو الدعاء له بظهر الغيب أن يصلح الله حاله ثالثا هنتعامل معه إزاي نتجنب الصدام معه هو يبدو نوع شخص الصدام نتجنب معه الصدام طيب هنخصمه لا ما نخصموش هي حلفة لا ما نخصموش طب هنخلطه لا ما نخلطوش طب واليمين اللي هي حلفة لا ما تخلطش بيته تاني أو شائطه تاني والله أحسنت خليك نوفي باليمين لا توقع اليمين دون قطيع نحن بنقول لا للمخالطة ولا للخصام فلا نخصموش وفي نفس الوقت لا نخلطوش حتى لا يصطدم بينا ونصطدم ولو في يوم من الأيام تريد أن تدخل عليها الكفارة في الحالة ديات لو في يوم من الأيام غيرت رأيها يبقى في هذه الحالة عليك كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين فإن لم تستطع فعليها أن تصوم ثلاثة أيام نحن الحج أم أمال مصاريف البيت أو الأخت أم أمال يبدو أنها شابة صغيرة مصاريف البيت زوجها يعطيها مالا هي لو عند أمها وأولاد الإخوة والأخوات وعطت هذا نصف جنيه أو هذا جنيه فهل عليها شيء دون علم الزوج شيخ كي الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد هو الأصل أن لا تتصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه لكن أختنا الله يكرمها بتسأل في النص جنيه وفي الجنيه وهو يعني مساكين لم يعد له قيمة لا الجنيه ولا العشرة هو فين يا مولانا خلاص فبالتالي هذه أشياء يسيرة يتعافى عنها ثم أنا أسألها سؤال الآن هل الزوج لما بيديك مصروف البيت بيحسبك إذا كان الزوج بيدي المصروف لكن بيجي أخر الليل والأخر الأسبوع والأخر الشهر بيحاسب يبقى فالحالة دي ما تديش إلا بعلم لكن لو الرجل مسالم في موافقة ضمنية والله ينور عليك وهو الثقة موجودة والله الحمد ففي هذه الحالة بسيطة أو النص جنيه والجنيه وحتى الخمسة كمان هذا والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على النبي هل الطفل اللي عمره شهران يعني يعطلها عن العمرة أم تنتظر حتى تعطي طفلها حقه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسولناك بعد مش دا سؤال الأخت اللي هي الغيورة اي نعم هي نفسها لا تتركي زوجك في العمرة وحدها رجلك على رجلك اطلعي العمرة لا يمنعك طفلة عنده شهرين دا لسه لا راح ولا جاه يعني كلفته سهلة واحتماله سهلة إن شاء الله مش يعطلك ولا شيء والعمرة فرصة نسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا ولإخواننا المشاهدين والمشاهدات فإذا جاءتك هذه الفرصة فلا تتواني عنها إن شاء الله وتبارك وتعالى وزي ما قلتلك ما تسيبهوش رجلك على رجله مسألة الصهر طوال الليل مع طفلها ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ربما أحيانا تصلي الفاجر عند الشروق أو بعد الشروق أو قبيل الشروق الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أقول والله يا بنت الله يعينك ويعين أمثالك من الأمهات ويا ليت الأزواج يسمعوا رسالة هذه الأخت إن هي الطفل ولا الطفلة مصهرها طول الليل وهو نايم ولسه عندها أعباء في المهار الأولاد والمدارس والسندوتشات والمجموعة والموكبات كان الله في عونهن بالفعل لأجل هذا فضلت الإناث على الرجال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البر أي ناس أعظم حقا أمك قال له أمه وبعدين أي ناس أعظم حق بحسن صحباته أمه للمرأة فلأجل هذا بلغت المرأة الدرجات عن علاة نا في واحدة ثالثة كمانة أمك ثم أمك أمك ثم أمك ثم أمك نعم صحيح فإحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى وإذا كنت ولله الحمد تصلينا صلاة الفجر قبل الشروق فإن هذا إن شاء الله وقعت الصلاة في وقتها ولو كانت بعض الشروق بسبب هذا الإجهاد والتعب وليس ترتيبا من الإنسان ولا تكاسلا ولا تشاغلا عنها فأنت تصليها متى استيقظتي تماما لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وبرك على النبي محمد عيسى صلى الله عليه وسلم أخت أيضا لها سؤال أخير مسألة الغيرة على الزوج هي تقبل شرع الله وتعلم أن التعدد من شرع الله عز وجل هي سؤال لكن إذا حدثها زوجها عن التعدد غارت فهل في هذه الغيرة أو الغيرة الغيرة تمام هي دي الغيرة اللي غير محمودة ليه لأنها طرد لغيرها ما لطرده لنفسه لما يتكلم على يعني الشيخ شعبان دلوقتي يتكلم على أن النكاح التعدد مبايح وأنه شرع ربنا وأنه هي موافقة على كلام ده تقول أنا معترفة ومقرة لكن عندما يجي الزوج يكلمها عن نفسي تقول له لا أه ورصها وقال في سيف طيب ما ده انفصام في الفهم ما يصحش خلينا لا تطغى علينا الغيرة فتذهب بنا إلى محل غير محمود فنجد في أنفسنا بغضا لما أحل الله عز وجل أو حرجا مما أحل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في مشاجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليم مش معنى كده أن أقولك يعني لما أقولك أنا هتزوج بزوجة تانية ولا تالتة تقول له ألف مبروك وتختاريه للزوجة وتروح يتخبزي وتعجيني وتعمل الفرح لا على الأقل لا تصطدمي معه في شرع الله عز وجل لكن تكلمي معه في المصالح والمفاسد والقدرة والاستطاعة وغيره وإنما تقولوش لا وإزاي ومش عارف إيه يقولك ده شرع ربنا أيوة أنت عملت إيه من الشرع ما فضلش اللا دي لا بلاش الكلام ده لأن ده يذهب بنا إلى المذهب الغير محمود وهو كأننا في أنفسنا حرج مما أباح الله أحل وهذه مصيبة والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على النبي محمد أيسا صلى الله عليه وسلم يعني لها مخارج أخرى نعم غير الاعتراض على أصل القصة تعالى بقى شوف الميزانية فيه وراح منه وجاء منه وكده نعم جزاك الله خير شيخ نحافظ الشيخ شعبان درويش ما بتعك الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم بارك الله فيه سعى مع حدتك تمر سريعا صلى الله عز وجل أن يبارك لنا في عمرك وأن ينفعنا بعلمك أمين يا رب العالمين وأن يبارك لنا في هذه المجالس وأنا لا يحرمنا منها أبدا ولا من مشاهدين الكرام المشاهدون الكرام والمشاهدات الكرمات ليلة الجمعة فنكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغدا الجمعة نبكر إلى صلاة الجمعة الرجال صلى الله عز وجل أن يجعلنا ويكون ممن يبكرون إلى صلاة الجمعة وأيضا كما يقول شيخ الحبيب لا نغفل عن ساعة الاستجابة وساعة الدعاء المستجابة صلى الله عليه وسلم أن يتقبل هذا بالله التوفيق سبحان الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وربي أتوب إليك دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وما أرسلنا من قبلك إلا نجالا نوحي إليهم فاسألوا أهلا ذكر إن كنتم لا تعلمون